هيتم إعادة صياغة خريطة عالمية جديدة دول هتتبخر من على الخريطة ودول ستحتل العرش العالمي بعد كده لحوالي حسب كتابتهم حسب كتاباتهم بعد كده من خمسة وعشرين لتلاتين سنة تبدأ المراحل الأولى لقيام الساعة وفقا لمعتقدتهم وكتبهم وما يعتنقوه أبناء العام اللهم الإخوة اليهود وهم إخوة في عبادة الله لأنهم يعبدون الله الواحد الأحد فكلام أساسا واضح جدا لما تيجي حضرتك تشوف السيناريو من دلوقتي تلاقيه بالفعل ما بينهم يعني ما بين 2025 و 2055 2060 هما ماشيين مصبوط لو حسبنا من 2020 ل 2065 يعني 65 سنة يعني يعني 40 سنة أنا آسف 45 سنة عفوا 45 يكون خلص النصف الأول من القرن الحادي والعشرين يبقى هتبدأ في الوقت ده لأن القرن الحادي والعشرين لدى أبناء العام اسمه إيه يا سيدنا ربك عارفوه بالعقل يعني معرفوش بالكلام اسمه الألفية السعيدة اسمه الألفية السعيدة هو القرن الواحد والعشرين ليه الألفية السعيدة لأننا سننفذ ونحقق على الأرض حقيقة لدينا أنا بتكلم على أساس أننا هم يعني أبناء العام حقيقة لدينا وأننا خلفاء الله على الأرض نحن المفوضين بإدارة شؤون الأرض من الله هم العقل ده عندهم كتر سليم فالناس شغالة في الحتة دي يبقى تيجي النهارد تشوف كل اللي بحس أنا قلت لكم أنا أتكلم كلام غير كل الكلام اللي أنت سمعتوه غير الأيام اللي فات العملية أنا بعمل بروفا اللي حضراتكم شفتوه ألخصها في كلمة بروفا لصناعة سببية بعد الانتخابات الأمريكية القادمة تبدأ بها عملية عسكرية كبرى في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر